شيء يسموه توريت أنك تورط نفسك في موقف معين باش تتعلم يعني تدير شوك هذاك انت حكيت لي قبل وممكن ندخلوا الستوديو كثير من المواقف اللي صرت لك لو نحكيه على موقف ولا اثنين اللي يخليك فعلاً لازمك تتعلم ما كانش خيار آخر نعم كما قلت لك كي تكون تتعلم وكي تكون تحدث باللغة الإنجليزية شيء مختلف خاتشو علاه كي تلحقوا أنك تحدث مع الشخص يتحدث باللغة ممتازة كما نقوله احنا يعني ظهرك يكون مع الحيط لازم يسيف عليك تسييي أول تجربة كانت مع شخص من تيكساس كان يخدم هنا في الجزائر أمريكي مئة بالمئة وينتحدثنا باللغة الإنجليزية أنا وياه مدة تحت 30 دقيقة هذه في أي سنة كنت عمرك يعني؟ كان عمري 17-18 سنة يعني في 2014-2013 نقوله يعني كفاش حسيت بالتجربة الأولى وكفاش ممكن وش هي اللي تلقيتم مع هذك الشخص ممكن أخطاء لغوية تحت فيها كفاش؟ كانت الحاجة الأولى قافية على أنه كنت تحدث مع أحد جزائري صديقك تحصوحك أنت شو أقول له؟ سيبرياري عليه خرج أنت ما يفتحدث لكن عندما تتحدث 30 دقيقة كما تتحدث مع شخص من أحد اللغات أو الأم واللغة الإنجليزية جيك شوية شويتو مع الأول تخاف أنك تغلط تخاف أنك ما تلحقش المسيجيك حتى تلحقوه الإنسان ديه سرعة أيضا نعم هما دي يتحدث بطريقة كما نريد هنضرب بالدرجة هكاية وما تاني بالإنجليزية يهنضرب بطريقة بزاف سريعة ما ينيد تفهم بطريقة بزاف سريعة يعني لازم تفهم باش تقدر تجاوب بطريقة يعني تفاعلية ممكن الآن دخلت المجال زاد عسز فيك اللغة الإنجليزية وزاد طورها وزاد خلاكت بارتاجيها وش هو اللي هو صناعة المحتوى طبعاً و يعني نشر الفيديوهات يومية لما تروح الروستوران و لما تشوف تشوف يعني تلبس شيء جديد لما تشوف الناس تتفاعل مع بعضها يعني هذه التجربة كيفاش أثرت فعلاً على تفاعلك مع الناس على ممكن الناس فاش تقبلتك في السوشال ميديا النهار اللي بجيت لني الفكرة باش أني نبدأ في اللغة الإنجليزية نصلع محتوى فيها في الجزائر قلت I need to make it useful يعني خجم هذك الإطار تاع هاك القواعد أحفظهم وسيطبق هذي أكتب لي ما قالت عشر صفح لا I need to make it very useful and easy for the water يعني الإنسان يجي يشوفني يقول كهذه الإنجليزية باش نستخدمها في حياتي اليومية بديت نعلمهم الكلمات كيفاش يستخدمهم في حياتي اليومية يعني كيفاش كما قلت أنت how to order food يعني كيفاش يحبي شري تيكت كيفاش يحبي شري الجاكت يعني how to make it very useful and easy يعني ترجع حاجة سهلة وحاجة هو الإنسان يستخدمها في حياته اليومية نعم أنت ممكن أبرز مجال شوفت الناس يتفعل معها يعني هل هو في المجال الثقافي السياحي الاقتصادي وش الناس وين تفعلت أكثر وحبت تعلم الإنجليزية وشم المجال الجاكلي يشوف المجال كما نقول لي أكتر انتشارا في الجزائل وفي العالم هو everyday English يعني كيفاش سحقوه باش نشروه باش ناكله باش نديره باش هم وبعدها بديت ثاني في ال business English على أساس كما قد شخص يقرأ هذاك شيء كان سهل عليها باش نقدم نصائح ال professionals يعني الإنسان اللي يكون يخدم ويسحق اللغة الإنجليزية تعه في العمل تعه يعني هدك هو كان، كما نقوله عندنا مختلف niches لكن الناس اللي بنحب نقيسهم قاعدك هو everyone بصفة عم